بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصات التداول عنوان محاضرة اليوم تحليلات جان يقال أن وليام جان المولود سنة 1878 ميلادية والمتوفي سنة 1955 عن عمر يناهز 77 عاما جمع ثروة طائلة قدرت بحوالي 50 مليون دولار من جراء تعاملاته في الأوراق المالية وفي أسواق السلع والبضائع المستقبلية وأن عملياته الرابحة تعدت 85% من مجموع العمليات الاستثمارية التي أبرمها في الأسواق المختلفة على مدى سنوات طويلة كما أنه من القلائل الذين تنبأوا بانهيار الأسعار الشديد ووقوع كارثة عام 1929 ميلادية الاقتصادية وعلى هذا الأساس نستطيع القول أن وليام جان كان بلا شك أحد أنجح المضاربين في النصف الأول من القرن العشرين فما السبب في ذلك؟ يرجع السبب والفضل في ذلك هو تفوقه في عدة أمور رقم واحد تطبيق مبادئ وتكتيكات معينة توصل إليها من دراسته الفنية المستفيدة للأسواق اتنين اكتشافه لبعض أسرار حركة الأسعار بالأسواق تلاتة كان جان يعتقد كثيرا في أنه لا يوجد شيء جديد تحت الشمس فكل شيء موجود منذ العصور التي خلت من قبل أربعة ارتكزت فلسفة جان في التداول على قناعته بوجود نظام وقانون طبيعي يحكم حركة جميع الأشياء في الوجود ونفس الشيء ونفس الحال بالنسبة للأسواق هناك قانون طبيعي عام يحكم حركة هذه الأسواق رقم خمسة يقول جان أن حركة الأسعار لا تتم بطريقة عشوائية بل تتم وفق نظام معين يمكن تحديده سلفا لذلك فهناك علاقة سببية بين أسعار الماضي وأسعار المستقبل فمن أسعار الماضي يمكن حساب أسعار المستقبل رقم ستة يقول جان أنه يمكن تطبيق مبادئ رياضية وهندسية معينة على الرسوم البيانية للأسعار يمكن من خلالها التكهن بمجرى الأسعار في المستقبل ففي كثير من الأحيان عند وجود دلالات وظهور إشارات معينة يمكن معرفة حركة الأسعار مسبقا وهذه هي فكرة جميع المؤشرات التي صنعت للأسعار بعد ذلك وقد قام جان بتدريس طرق تداوله وتحليلاته الفنية المختلفة لحركة الأسعار بالأسواق المختلفة كما نشر له العديد من الكتب التي شرح فيها نظرياته الفنية وفلسفته في التداول ومن المعروف أنه كان شديد التدين كتب جان في أحد كتبه لقد اكتشفت أنه بإعمال قانون الذبذبات Law of Vibration وهو قانون فيزائي يقول لقد اكتشفت أنه من خلال هذا القانون يمكن التكهن بدقة بالنقاط التي سترتفع وتنخفض إليها الأسعار وأن هذا القانون يفيد في معرفة وتحديد الأسباب والأثار والنتائج قبل ما يتنبه لها المشتغلون بشارع المال وقبل أن يبدأوا الحديث عنها ويأخذوا هذه الأسباب والأثار والنتائج على سبيل التطبيق فإن قانون الذبذبات يتنبه إليها قبلهم بفترة زمنية طويلة وفيما يلي عرض موجز لبعض من فلسفة ويليام جان وتحليلاته التي استخدمها في أساليب المضاربة التي كان يتبعها في الأسواق المالية والتي أهلته ليكون من أنجح وأعتى المضاربين في القرن العشرين رقم واحد أهمية الرقم سبعة اثنين أهمية الأرقام الطبعية من واحد إلى تسعة تلاتة أهمية أدنى وأعلى سعر أربعة أهمية الدائرة سيركل خمسة أهمية يوم الذكرى السنوية في الأسواق المالية ستة تقسيم حركة السوق سبعة مناطق الدعم ومناطق المقاومة تمانية أهمية عامل الزمن تسعة نظرية تربيع السعر والزمن هذه الأسباب التسعة يتضح من خلالها النجان قد توصل إلى بعض القواعد الفنية المهمة السعرية منها والزمنية والتي مكنته من تحديد نقاط أو مناطق سعرية معينة يمكنه من خلالها إجراء عملياته سواء بالبيع أو بالشراء وهذا هو ما ميزه عن غيره من المضاربين علاوة على استنباطه تواريخ معينة يتوقع عندها حدوث ردود فعل سعرية معينة وهو ما يعرف اليوم في علامنا باسم التوصيات التي نجدها على بعض القنوات وهو ما يفيد في تأهيل المستثمر والمضارب والمتدول للاستعداد نفسيا وماليا في اتخاذ القرارات الاستثمارية في الوقت المناسب وبالسعر المناسب وكان دائما ما ينصح المضاربين والمستثمرين باتباع قواعد معينة في التداول فما هي هذه القواعد وماذا كان ينصحهم هذا ما سوف نعرفه بالتفصيل في المحاضرة القادمة إلى أن نلتقي لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته